تابعوا مع أريدو أحوال طقس فصل الشتاء أريدو ديمة معكم مشاهدين في كل مكان مرحبا بكم في موعد أحوال طقس التي يقدم لكم من قناتي البلاد وضعية الجو لهذه الليلة وصباحة يوم الغد إن شاء الله تبقى دائما أجواء مستقرة وصافية على كل أرجاء الوطن وضعية الجو من خلال سوى القامة الإصطناعية توضحنا نتشكل بعض الغيوم التي تكون بدون فعل على المناطق الشمالية الشرقية ليبقى صفاء والاستقرار يميز المدن الصحراوية تفاصيل الوضعية الجوية لهذه الليلة إن شاء الله نرتقب ليلة جميلة وهنئة على معظم المناطق الشمالية للوطن حتى على مرتفعات الداخلية جواء صفية ومستقرة على المدن الجنوبية الشرقية للوطن وصولا إلى مناطق الجنوبية الغربية عادة تشكل بعض الغيوم التي تكون بدون فعلية بوسط الصحراء وصولا إلى أقصى الجنوب الصحراوي درجات الحرارة الليلية إن شاء الله ستصل إلى حوالي 16 درجة بمنطقة عنابة 18 درجة برزي العاصمة 13 درجة بوهران 5 درجة كادنا مقياس بمنطقة باتناس درجة بالجرفة 11 درجة سجلناها على منطقة البيض ورق العشر درجة بغردية بشار 15 درجة بأدرار وحت على منطقة تندوف كما سجلنا 8 درجة بمرتفعات الهوغر والتصيلي 13 درجة بمنطقة تامناست وضعي تلجو لصباحة يوم الغد إن شاء الله الأجواء مشمسة وصفية لكل المناطق الشمالية الشرقية وحتى على المناطق الشمالية الغربية للوطن عاد تشكل بعض الغيوم على المرتفعات الداخلية الوسطى وصولا إلى مناطق السحلية الشرقية للوطن بالجنوب تبقى دائما الأجواء الصفية ومستقراء عاد تشكل بعض الغيوم التي تكون بدون فعلية على المدن الجنوبية الغربية ودائما بأقصى الجنوب الصحراوي درجات الحرارة اللي صباحة يوم الغد ان شاء الله ستصل حوالي 16 درجة بمنطقة النابة 18 درجة بجزء العاصمة 16 درجة كذلك بوهران البيض 13 درجة بالجلفة ورقلة وجانت وإليزي 12 درجة بمنطقة باتناخ 13 درجة بغردة 13 درجة ببشار 18 درجة بتندوف 19 درجة بمنطقة أدرار 20 درجة كالمي قياس بمنطقة تامناس نذهب بكم إلى وضعية البحر البحر يكون قليل الاستيراب على معظم السواحل الشرقية وحتى الوسطى وهذا وفق رياح من جنوبية غربية إلى غربية تسل سوعتها من 10 إلى 15 كم في الساعة عما بالنسبة للسواحل الغربية للوطن يكون البحر مضطرب وهذا وفق رياح غربية تسل سوعتها من 15 إلى 20 كم في الساعة نختم نشر الجوية كالمعتاد بالمعلومات الفلكية لشروق وغروب الشمس شروق الشمس اليوم سيكون في حدود ساعة 8 ودقيقة واحدة أما الغروب سيكون في حدود ساعة 5 و 48 دقيقة نختم نشر الجوية لهذا اليوم إن شاء الله بهذه السور لقبر الرومية الموجود بمنطقة ستيبازو الذي يعتبر تحفى معمارية رائعة ومعلم تاريخي ضخم ظل لقرون محل بحث المؤرخين والمهتمين بمجال الأثار والحضارات الغابرة بالإضافة إلى هذا فهذا المعلم هو عبارة عن معلم أثري تتقاطع فيه الحضارة الرومانية والفرعونية على أرض مغاربية ليكون شهدا على قصة حب خالدة بين الحاكم الروماني يوبا الثاني وزوجتها سيلين ابنة ملكة مصر كليو باترا من بعيد تبدو قبة حجرية عملاقة وحين تقترب منها تبهرك شموخها وتخبرك تفاصيل بقدرات الإنسان في تلك المنطقة قبل ألفين عام بها كذلك إطار من نقوش بارز يتراء منها رسم شبيه بالصليب بعض الباحثين في الآثار يعتقدون أنه مبنى مسيحي ومنه جاء اسم قبر الرومية قبر الرومية بالدهجة ويخيل لنا كذلك لمن يشهد القبر من بعيد أنه خلية نحل عظيمة أو كومة تبن ضخمة ومن يدنو منه يشعر بعظمة هيكله ومن ميزاته أن لونه يتغير حسب الفصول وحسب ساعة النهار فهو ترة يميل إلى الإسفرار وترة أخرى يأخذ لون رماديا أو تعلوه زرقة عندما يحيط به الضباب بهذه السور نصل إلى ختام النشرة الجوية ابقوا معنا مع برامج قناة البلاد إلى اللقاء قدم لكم أريدو أحوال تقص فصل الشتاء أريدو ديمة معكم ترجمة نانسي قنقر